صحيح سينار الكرملن هو في بيان مقتضب كشف عن موعد زيارة الرئيسة الصيني تيجيبين إلى موسكو والتي ستكون بداية من العشرين من الشهر الجالي وكشف أيضا في أجزاء مقتضبة من هذا البيان عن أجندة المحادثات التي سوف تكون بين بوتين وتيجيبين هذه المحادثات سوف تركز بدرجة أولى على تطوير الشراكة الشاملة والاستراتيجية بين موسكو وبيكين وكذلك مناقشة الملفات الدولية والإقليمية المشتركة بين روسيا والصين للإشارة هي الزيارة الأولى للرئيس الصيني تيجيبين إلى موسكو منذ عام 2019 أين زار موسكو ثم توجه إلى مدينة سان بيترسبورغ للمشاركة في منتدى سان بيترسبورغ الاقتصادي هي الزيارة الأولى منذ عام 2019 والزيارة الأولى أيضا للرئيس الصيني بعد تجديد عهدته لفترة ثالثة رئاسية الكثير من الملفات المشتركة بين موسكو وبيكين خاصة في الشقين الاقتصادي وفي الملفات الجيوسياسية اقتصاديا تبدو الصين وجهة لواردات روسيا أو صادرات روسيا من المواد الطاقة الغاز والنفط خاصة بعد فرض حزمة هائلة من العقوبات الاقتصادية على قطاع الطاقة والنفط في روسيا من طرف الدول الغربية والأمر ليس سرا بأن يقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا ستعيد واجهاتها لموارد الطاقة إلى الشرق وإلى الصين والهند ستكون هذه المحادثات فرصة جيدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث أفاق جديدة لاستثمارات جديدة بين روسيا والصين خاصة ما تعلق بقطاع الطاقة في الملفات الجيوسياسية الأزمتين الأوكرانية وأزمة تايوان ستتصدر هذه المحادثات بشهادة الكثير من الخبراء خاصة المهتمين بالعلاقة الصينية الروسية يبدو موقف الصين متزنا نوعا ما فيما يخص الأزمة الأوكرانية هذا بشهادة الكريم لأنه بشهادة أيضا وزارة الخارجية الروسية التي قالت في الكثير من المرات وأثنت عن الموقف الصيني فيما يخص الأزمة الأوكرانية لا ننسى أيضا بأن بكين تقدمت ما يسمى بمبادرة الصين لحل الأزمة الأوكرانية وفق الطرق الدبلوماسية والسلمية هذه المبادرة المكونة من 12 بندن والتي حظيت بانتقاد كبير من طرف القوى الغربية خاصة واشنطن فيما يخص أزمة تايوان يبدو أن موقف موسكو أيضا جيد جدا بالنسبة للجانب الصيني في الكثير من التصريحات التي صدرت من الخارجية الروسية أو من الكريم للموسكو تدعم وحدة الصين وتؤكد بأن كل تصرفات التي تقوم بها واشنطن في تايوان تصنف بدرجة الاستفزاز بالنسبة للجانب الصيني وبالنسبة أيضا للجانب الروسي إذن هي ستكون محادثات مهمة جدا بالنسبة لروسيا وبالنسبة للصين ستركز بدرجة أولى على العلاقات الثنائية خاصة في الشقة الاقتصادية وكذلك الملفات الدولية ذات الاهتمام المشترك يوسف بيقير مراسل الغد من موسكو شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر